وزي ما تكلمنا في فيديوهات كتير قبل كده عن الدراسة في روسيا النهاردة بنكمل مع بعض السلسلة دي اللي موجود فيها كل التفاصيل لو دورت على قوائم التشغيل البلاي لست هتلاقي مكتوب الدراسة في روسيا هتلاقي فيها كل التفاصيل بداية من الرسوم والاسعار والتكاليف وكمان تكلمنا عن اكتر من جامعة وتكلمنا عن تفاصيل كتيرة جدا في روسيا بداية من الدولة نفسها وعرفنا تفاصيل جواها والنهاردة بنكمل السلسلة دي بفيديو مهم جدا عن الجامعات الروسية اللي بتدرس باللغة الانجليزية. هنعرف النهاردة اهم الجماعات اللي بتدرس باللغة الانجليزية في روسيا وهنعرف عنها حاجة كتيرة جدا اسم الجامعة والتخاصات اللي موجودة فيها باللغة الانجليزية والرسومة الدراسية بتاعتها. لكل الطلاب المهتمين بالدراسة في روسيا. ده برضو فيديو من فيديوهات المهمة جدا. لو انت حابب انك تسافر تدرس في روسيا. اتفرج على الفيديو ده للاخر. زي ما احنا متعودين اعمل لايك للفيديو وفعل اصدر الجرس لو انت مشتركتش في القناة اشترك فيها دلوقتي عشان نفكش اي فيديو جديد خلينا نبدأ على طول معكم ابراه من الخوارزمي اكاديمي يلا بنا نبدأ طبعا انا مش محتاج اقول لك ان الدراسة في روسيا هي اختيار مميز جدا بالنسبة لمعظم الطلاب العرب طبعا طبقا لحياة كتيرة جدا من اهم الحاجات دي الرسوم الدراسية ورسوم المعيشة اللي ممكن تكون منخفضة بعض الشيء او ممكن تكون مناسبة لمعظم الطلاب العرب. كمان من اهم الحاجات اللي الطلاب على اساسها بيختاروا الدراسة في روسيا انه برامج كتير بتبقى موجودة باللغة الانجليزية مش بس الروسية وده بيسهل كتير جدا وبيوفر كمان ان الطلاب مش لازم يعملوا سنة حضرية. طيب ايه هي اهم الجامعات اللي بتدرس باللغة الانجليزية? تعالوا نبدأ على طول باول جامعة وهي جامعة موسكو الحكومية. واللي بتسمى برضو جامعة موسكو الحكومية اللي هي تعتبر من اهم وافضل الجامعات اللي موجودة في روسيا. هنلاقي تخاصات كتيرة جدا متاحة في جامعة موسكو الحكومية باللغة الانجليزية زي مسلا كلية الطب زي الفيزيا والكيميا والاحياء زي ادارة الاعمال والاقتصاد وزي كمان علم النفس والعلوم السياسية. كل التخاصات دي موجودة في الجامعة بتدرس باللغة الانجليزية. والرسوم الدراسية بتتراوح من اربعة تلاف دولار لغاية عشر تلاف دولار طبعا على حسب التخصص. ومتطلبات القبول في الجامعة دي باللغة الانجليزية هي اشهدت الثمانة عامة وصورة من جواز الصفر. يبقى كويس جدا لو انت معاك شارة لغة زي طفل او او ايليتز او انك بتعمل اختبار في اللغة زي اختبار كفاءة او تحتيت المستوى في الاول كده عشان يتم قبولك في الجامعة. رقم اتنين هي جامعة سان بيترسبورج الحكومية اللي كنا اتكلمنا عنها في فيديو سابق لوحدها برضو فيها تخاصصات كتيرة جدا موجودة باللغة الانجليزية. طبعا احنا كنا عرفنا برضو من الفيديو ان الطب موجود باللغة الانجليزية. كمان في بعض التخصصات والكيميا وعلم الاجتماع والادب برضو موجودين باللغة الانجليزية. وكمان الدراسات العليا في ادارة الاعمال برضو موجودة باللغة الانجليزية في جامعة سان بيترسبورج. والرسوم الدراسية برضو تتروح مبين خمس تلاف لاتناشر الف دولار على حسب التخصص. المتطلبات القبول بتاعتها تقريبا زي موسكو بالزبط. برضو نفس الكلام شهرت السنوية صورة من جواز السفر. برضو اختبارات اللغة المعروفة. وكمان بيقى في زي مقابلة شخصية في بعض الحالات. مش في كل الحالات بيقى في مقابلة شخصية ما بين الجامعة والطالب. رقم تلاتة هي جامعة نوفوس بيرسك الحكومية. وهي برضو من الجامعات القوية جدا المصنفة من افضل عشر جامعات في روسيا. اللي هنلاقي فيها كليات زي الطب وكليات الرياضيات وكليات الحسوب. واكتر من كلية تانية متاحة دراسة فيها باللغة الانجليزية. والرسوم الدراسية في الجامعة دي بتتروح ما بين اربعة تلاف وخمسمائة دولار لغاية تمن تلاف دولار طبعا على حسب برضو التخصص. ومتطلبات القبول خلاص احنا حفظناها زي ما كنا بنقولها في كل الجامعات. شهادة السنوية صورة جواز السفر اختبارات لغة لو في شهادة اختبارات لغة ومقابلة شخصية في بعض الاحيان. رقم اربعة برضو من الجامعات المميزة جدا هي جمعة كازان الفيدرالية اللي كنا عارفين ان فيها الطب البشري موجود باللغة الانجليزية. رسوم دراسية بتاعتها تعتبر كمان منخفضة عن الجامعات اللي اتكلمنا عليها. فهي بتبدأ من تلات تلاف و خمسمية دولار لغاية سبعة تلاف دولار على حسب التخصص. وبرضو نفس متطلبات القبول بتاعة الجامعات اللي فاتت. وقبل ما نكمل كلامنا ونقول باقي الجامعات خلينا فكرك انك لو محتاج تعرف تفاصيل اكتر عن الجامعات دي او تقدم عليها او تعرف متطلبات القبول بالزبط او اي تفاصيل تخص الجامعات دي او غيرها من الجامعات تقدر تتواصل معنا من خلال الارقام اللي موجودة فيه صندوق الوصف ابعت لنا على الارقام دي في اي وقت واحنا هنوضح لك كل التفاصيل. ونيجي دلوقتي للجامعة رقم خمسة جامعة روستوف الحكومية. الجامعة موجود فيها تخصصات كتيرة جدا ومنها برامج كتير بيتم تدرسها باللغة الانجليزية. زي الاقتصاد دارة الاعمال علم النفس اكتر من تخصص تاني. ورسوم الدراسية بتاعتها بتتراوح مع بين التلات تلاف دولار لغاية ست تلاف خمسمية دولار. ونفس مطلبات القبول اللي خلينا نقول ان معظم او كل تقريبا جامعات روسيا مطلبات القبول بتاعتها واحدة. رقم ستة هي جامعة سايبيريا الفيدرالية واللي موجود فيها برامج برضو موجودة باللغة الانجليزية برامج متنوع عن الجامعات التانية. يعني فيها مسلا هندسة برمجيات موجودة باللغة الانجليزية. وبرضو فيها برامج الدراسات العليا في ادارة الاعمال موجود باللغة الانجليزية. واكتر من برنامج تاني والرسوم الدراسية بتاعتها بتتروح من ثلاث تلاف لسبعة تلاف دوار حسب التخصص. رقم سامعة هي جامعة القرار الفيدرالية. جامعة القرار الفيدرالية برضو اسمها معروف لنا كلنا. ومن الجماعات المميزة جدا اللي موجودة في روسيا اللي موجود فيها برامج باللغة الانجليزية. ومن ضمن البرامج دي مثلا في الهندسة هناء الهندسة الميكنيكية والهندسة القهربية بيتم تدرسها باللغة الانجليزية. كمان بعض المواد الاقتصادية زي اضاة الاعمال وزي كمان المحاسبة برضو يتم تدرسهم باللغة الانجلزية بالاضافة كمان لعلوم الاجتماعية زي الفلسفة وعلم النفس. والرسوم الدرسية بتاعتها تتلوح ما بين اربعة تلاف لتسعة تلاف دولار على حسب طبعا التخصص. ورقم تمانية والي بقى كده بنختم بيها اهم او احسن الجماعات اللي بتدرس باللغة الانجلزية. وطبعا دي دي القايمة دي مش كل الجماعات اللي دارة للغة الانجليزية لكن دول اهم او افضل الجامعات اللي بتدارس باللغة الانجليزية في روسيا. فرقم تمانية اللي بنختب بيها هي جامعة الحكومية. موجود فيها تخصصات زي الطب والهندسة والعلم الطبيعية. الطب البشر وطب الاسنان الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية. واكتر من تخصص تاني موجودين باللغة الانجليزية. وتعتبر رسوم الجامعة دي رسوم مناسبة جدا. انها تتراوح ما بين التلات تلاف وخمسمية للسبعة تلاف دولار ده اقصى حاجة سبعة تلاف دولار في بعض البرامج بتاعت الدراسات العليا. فطبعا من الجامعات المميزة جدا اللي فيها تريبا كل التخصصات وموجود فيها حاجة كتير جدا باللغة الانجليزية. دي كده قايمة نعتبر نقول قايمة مختصرة عن اهم وافضل الجامعات اللي بتدرس باللغة الانجليزية في روسيا. خلينا اقول لك انك لو من الطلاب اللي نويين ان هما يقدموا على الدراسة باللغة الانجليزية في روسيا. فلازم اهم حاجة يبقى عندك حاجة من حاجتين. اول حاجة هي اما شهادة لغة زي طفل او اي اختبار قوي جدا في اللغة. طبعا اشهرهم هو طفل او اي اي لت. وتاني حاجة لو انت مش معاك الاختبار ده يبقى انت لغتك الانجليزية كويسة جدا. عشان ما تشيلش اهم انك تبقى لسه في اللغة مش قد كده وانت كمان بتتعامل مع ناس لغوتهم اصلا اساسية مش الانجليزية فبالتالي التعلم هيبقى صعب شوية. فهتلاقي روسي مع انجليزي هتلاقي الدنيا مش ماشية صح. فلازم تكون كويس جدا جدا في اللغة الانجليزية لو مش معاك اه اختبار لغة او مش معاك شهادة لغة لانك هتعمل اختبار هناك والاختبار ده هيبقى محدد لباقي كده باقي مستقبلك بعد كده لانك لو لقدر الله ما عددش للاختبار ده هتضطر انك تدرس باللغة الروسية وتعمل سنة تحضرية باللغة الروسية فهتدرس بلغة انت مش حابب تدرس بها اولا سانيا هتضيع على نفسك سنة بحالها انك تدرس سنة تحضرية باللغة الروسية فانت لو ناوي تدرس باللغة الانجليزية حس النفسك كويس جدا في اللغة. دي كده بعض التفاصيل وبعض الجماعات الهمة اللي بتدرس باللغة الانجليزية في روسيا وبعض النصايح الهمة برضو لو انت حابب تدرس باللغة الانجليزية. لو حابب عرف تفاصيل زيادة عن اي جامعة احنا ذكرناها او اي جامعة تانية انت سمعت عنها ولسه مش عارف حاجات كتير فيها ممكن تتواصل معنا على الارقام اللي موجودة في صندوق الوصف ابعت لنا في اي وقت استفسارك واحنا هنرد عليك بكامل المعلومات اللي موجودة عن الجامعة دي او عن المدينة دي او عن ايا كان السؤال اللي انت بتستفسر عنه. وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا كان معاكم ابراق من الخورزم اكاديمي اتقابل في فيديو جديد. سلام.